زيبرا كيك هذا هو ما نقول عليه المارب الكيك هي شوكولت والكيك السادة هذا هو على شكل ما نقطعها كيك الزبا دعنا نقضي طبقة نأخذ سكينة حتى نخرجها من هنا هعملكم معها دلوقتي جناش بسيط سوس شوكولاتة بمكونين فقط نقطعها ونشوف شكلها من جوه تعالوا كنت متحمسة جدا والسل طبعا أول مرة عملتها أشوف نتيجة اللي عملناها لأنه بياخد وقت شوية وصبر مافيش فرق في الطعم بينها وبين مارب الكيك بس هي شكلها لذيذ ترارارا عايزة أوريها لكم كلو سب شايفين التجزيعة دي هي اللي بتديها اسمها الزيبرا كيك فتعالوا نحطها بالطبق برضو التقديم ونعمل لها سوس شوكولاتة حل كيكة شاي لذيذة عشان كده هتلاقوني مجهزة جنبي الشاي هنا على البوتاجاز وجنبي المج تيجوا نعمل الجناش بسرعة اللي هو كلمة جناش تبان كبيرة وصعبة الجناش هنا هو عبارة عن مقدار متساوي من الكريمة والشوكولاتة عندي هنا شوكولاتة غمقة ممكن تستخدموا شوكولاتة بحليب بس بما إنه إحنا حطين معها حطين معها الكريمة فهي حتلعب دور اللبن فلو حطينا شوكولاتة بحليب اللي هي ملكة شوكولات مع الكريمة مش حتطلع جناش غني نشوف سخن أوكي الكيكة دي بتتعمل أول حاجة البيس بتاعها الأساس بيتعمل في بولة واحدة بعدين نقسمه لاتنين ومن نعمل واحد بالشوكولاتة واحد من سيبوسادة خلوني شايفين ابتدت الكريمة تسخن وده سوس فاكرين عملنا الترافلز مع بعض كرات الشوكولاتة كرات الشوكولاتة كانت نسبة الشوكولاتة ضعف في نسبة الكريمة عشان كده لما حطناها في التلاجة جمدة وقدرنا نشكلها على شكل كور هنا هنحط النسب متساوية فأول ما الكريمة كده تبتدي تسخن هنحط فيها الشوكولاتة ونسيح حرارة الكريمة هي اللي هتسيح الشوكولاتة في ناس بتحط معها دهون زبدة هي الكريمة كريمة حلويات فيها نسبة عالية من الدهون كفاية جدا هنجيب طبقة نخليها بنا علشان نحط السوس ده فيه ويبقى جنب كيكة الشوكولاتة شكلها فعلا يجنن وأنا بقول لكم قوامها رائع عملتها يوم الخميس تقريبا في البيت وإحنا مش أكيدت حلويات قوي وشلت قطعة هنا علشان أدوقها لهم بالستوديو وجبتها معي يوم الحد كانت لسه فراش وطرية زي كأنها لسه معمولة بحب الكنترول بقول لي مدقوش حاجة ما أسحنا أكلناها الصبح أنا زملائي في المطبخ ومش في الكنترول ما أنا بعملها لكم تاني أهو وبرضو الناس من يوم عملتها على فكرة على الانستجرام وأنا في البيت قلت لهم بحضرها علشان نعملها في البرنامج وكل يوم بس قلت لهم يوم الخميس اللي فات كل يوم يسألوني النهاردة زيبرا كيك النهاردة زيبرا كيك يا جماعة بكرة زيبرا كيك يوم الخميس سوري يوم الخميس فايه؟ أنا كمان خليتها آخر حلقة في الأسبوع علشان أحمسكم ابتدت أهي شايفين اتحول إزاي؟ وطبعا خلوا بالكم ما تقولوش أنه خفيف خلوني أجيب الاسباتيولا هي أسهل وأقدر أنه نحرك كويس الشوكولاتة هتفتكروا أنه هيطلع قوامه خفيف هي سايحة دلوقتي سخنة أول ما تبرد بتتقل فاكرين لما عملنا زي ما قلت لكم كان سايل شوية لما تحط على جنب الزيت في الشتاء تماسك لدرجة قدرنا نشكله على شكل كورة هي دابت حط في أنا الحرارة بوتجاز خالص الحرارة كافية بيدينا على طول هنا حرف القدش ودائما بيقولكم نستغل الحرارة اللي بتفضل خلال انخفاض درجة حرارة البوتجاز السيراميك اللي بيدينا القدش عشان السيفتي دائما بيقولكم عن بوتجاز بكو أنه فيه سيفتي عالي كذا حاجة لو الاكل او سواء الفارت ونزلة مية هنا بيفصل تماما على طول تاني حاجة فيه لوك فيه زرار نعمل لوك عشان ولاد ما يجوش يدوسوا ويغيروا الستنج ويعلوا الحرارة الى اخره وبرضو لما يطفي اي عين تطفي بيقولنا انه ده مسطح ساخن حرف القدش من اول حرف من كلمة هوت علشان نكون حاضرين ما نلمسش العين وهي لسه سخنة الجناش بقى جاهز تعالوا نحطه في الطبق لونه بيلمع وجلوسي اهو مش حابة احطه على الكيكة من فوق زي ما منعمل بكيك الشوكولاتة ومنغطيه لانه هيغطي على جمال الزبرة الطريقة اللي بقعدنا هتشوفه دلوقتي هنقعد كتير نعملها فلو غطينا كله كده ما استفدناش حاجة احنا ممكن ناخد كده بالمعلقة لما نقطع ناخد شوية من السوس وممكن من غير يعني بس انا حبيت اعلمكم بجيدي سؤال كتير اسئلة كتير عن الجناش فحبيت اقول لكم انه ممكن جدا تعملوه جنب الكيكة دي وتعززوا نكهة الشوكولاتة خلوني انضف الطبق معانا قد ايه وقت يا كنترول طيب هنبتدي نعمل الكيكة حالا وحنكملها بعد الفاصل ولما نرجع هندوق كمان الترلي مع بعض فخرة التعذيب دي بتشجعكم تقريبا علشان تجربوا الاكل دايما تبعتولي على الفيسبوك على الانستجرام انه بتشجعكم بتخليكم تحسوا ايه ده انا جعانا عايز اقوم اجرب الوصفة فبحب احمسكم تعالوا ندوق الكيكة دي كيكة شاي بسيطة جدا مش هقولكم ان هي افتكاسة ولا اختراع هي كما قال الكتاب والشاي اهو انا بقى لما بشرب حاجات سخنة جنب الحلويات جربوا نصيحه ما تحطوش فيها سكر لانه ده بوزن ده دايما بقولكم الاكل توازن حاجة مسكرة شوكولاتة سواء قهوة او شاي تبقى سادة كده للأسف بتخليكم تاكلوا اكتر لانه ما بتخليكمش تجزعوا من الحلوة طيب تعالوا نبتدي بالكيكة ونحط دول على جنب هنرجع لهم تاني لا تقلقوا هتنجيب بولتين هنبدأهم دول بولتين زي بعض هنبتدي البيس بتاع الوصفة دي القعدة في بولا واحدة الاول عندنا اربع بيضات مفيش داعي ولا العجان ولا الخلاط لانها لا تعتمد على رفع يعني خفق البيض للرفع لو البيض بلدي الصغير شايفين فرق بالحجم فلما نقول اربع بيضات من ده غير من ده فلو هنستخدم البيض البلدي يبقوا ستة في افردش كده بالوزن الشفات او المطاعم او المخابس بتشتغل بالجرام تقريبا البيضة من خمسين لستين جرام مش متفاكرة بالتفصيل قد ايه بس هم بيشتغلوا دايما بضرب البيض وبالوزن احنا في البيوت طبعا مش هنعمل كده هنحط على البيض تقريبا 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 بس مجرد نخلطهم مش محتاجين نقعد لحد ما يترفعه هنحط عليهم ثلاث تربع كوب زيت نباتي ثلاث تربع كوب زيت نباتي ده الخليط المشترك بين الاثنين هنحط عليهم ثلاث تربع كوب لبن حليب ده حليب كامل الدسم عادي كده عندنا الخليط الاساسي اللي هنفصلهم اتنين في حاجة نستها حطينا السكر عشان كده بقولكم المكونات في البيت بيض زيت سكر فانيلا حليب لبن حليب هنقوم واخدين هنا تأكد بس انه تخفقوا كويس قبل ما ننفصلهم الاثنين خلوا ده هنا جنبنا طبق علشان هنحتاج وإحنا منفق الشوكولاتة والفانيلا كل واحد لوحده هاخد نص الكمية دي هافصلها تقريبا بالعين كده ونطلع فاصل ونرجع نضيف هنا الدقيق وباقي المكونات للفانيلا نضيف هنا الدقيق والكاكاو وباقي المكونات لقسم الشوكولاتة بس هي دي اكتر من دي بس خلينا نحاول نضبطهم ومنخلي جنبنا عشان احنا مش وزنينهم بالزبط منخلي جنبنا شوية لبن زيادة انا عندي شوية لبن لو واحد من الخليط طلع شوية تقيل ممكن نضيف شوية لبن هروأ بسرعة هنا مكان الشوكولاتة ولما نرجع هنخلط دول مع بعض وريكم زي ما نحطوهم بالصينية وندوق التورلي اللي باللحمة اللي ريحته تجنن مع بعض يلا قبل الفاصل فصلنا الخليط اللي عمنا بالاول اللي هو اربع بضات كوباية سكر ثلاثة اربع كوباية زيت ثلاثة اربع كوباية لبن حليب شوية فانيلا وحنحط رشة الملح لنستها تمام حنحط على الخليط السادة كوباية دقيق الاول هنحط كوباية دقيق هنا عشان ما تتلخبطوش هنحط نفس المكونات المشتركة بعدين اوريكم التغيير وكوباية دقيق هنا هنحط هنا معلقة بيكينج باودر ومعلقة بيكينج باودر وهنا نص معلقة كربونات السودا لو ما فيش كربونات السودا هتحط واحد ونص واحد ونص بيكينج باودر اوكي نص معلقة فحطينا المكونات المشتركة كلها قلنا عايزين مضربين هنخلط الخليط ده هنخلط الخليط ده ولسه هنا فيه إضافة وهنا فيه إضافة وقلت لكم جنبي شوية لبن حليب لأنه ممكن نكون مقسمناهمش بالتساوي بالزبط هنا هنحط نص كوباية دقيق يعني الخليط السادة كوباية ونص دقيق تمام اخدت الكوب المعياري النص نص كوب دقيق إذن الخليط السادة نص كوب دقيق اللي هيعوض نص كوب دقيق ده في الخليط التاني الكاكاو هو لازم لما تضيفه كاكاو تشيله مقدار دقيق فلو اعتبرنا فيه كوباية ونص هنا دقيق هنحط هنا كوباية وربع ده ربع كوب كوباية وربع كاكاو كاكاو عامل زي النشة أكتر من الدقيق فحيشد الخليط أكتر شايفين اللي بقول لكم عليه دايما لما بجربها ونيجي نقسم بالزبط بالنص ادينا مش دخلت هنا كاكاو خليني أشيله عايزين عايزين يطلع فرق اللون فجنبي اللبن الحليب ناخد كده بس شوية صغيرين نرجع نرجع الخليط لقوامه السائل اللي إحنا عايزينه إذن فوق الخليط ده حطينا نحتاج شوية صغيرين تاني عشان عايزينه لما نحطه في الصينية يبقى ثلث ونقدر نعمل فيه شكل الزيبرة والمشكلة دي ممكن تحصل معاكم بردو الناحية دي علشان إحنا لما نقسم مش هنوزن يعني بالميزان فده خليط الشوكولاتة حركوا كويس بس ندوب كل المكونات خليط شايفين الشوكولاتة ده نفس المكونات لما قسمناها هضفنا كوباية دقيق ربع كوباية كاكاو وحطينا معلقة باكينج فاودر ونص معلقة باكينج سودا هنا ما حطنا اش كاكاو حطنا كوباية ونص دقيق معلقة بيكينج فاودر طبعا صغيرة المعالق ونص معلقة بيكينج سودا الخليط اللي بيطلع تقيل حناعمل ايه حنزود شوية لبن هنا القوام ممتاز وهنا القوام ممتاز تعالوا دلوقتي عشان كده قلت لكم عندنا مضربين مش عايزين ننقل الشوكولاتة من هنا لهنا خلص احنا خلصنا الويسك مضرب السلك انا طبعا عاملاها في القلب الكبير ده بس عشان نعملها مع بعض في القلب الكبير هناخد وقت انا عايزة بس اجيبها بطريقة نحطهم جنبنا بطريقة تقدروا تشوفوا شكل هي ده التكنيك يعني اللي في الموضوع نحط ده على اليمين وده على الشمال علشان ننجز لان الوقت قرى بيخلص التكنيك هو المهم عملتوه بقلب كبير او قلب صغير دي طبعا صغير عليها بس احواريكم التكنيك اعملوها في القلب الكبير هي الكمية دي تعمل القلب ده فحناعتبر انه معانا القلب الصغير ده هناخد بالاول عشان بس احواريكم التكنيك لحد الاخر هتاخدوا معلقة طبعا ممكن ترشوه بنانستيك سبريت تحطوا شوية زيت زي الكيك العادي مافيش اي حاجة هنحط شوكولاتة الاول فليكن او كاكاو ناخد معلقة من هنا ومعلقة من هنا عايزة ايه صبر عشان كده ممكن الولاد يساعدونا ونتسلى انا عملتها انا وبنتي وتسلينا جدا في المطبخ وزي ما قلتلكم اللي منوش خلق شوكولاتة على الفانيلا فانيلا شوكولاتة تلاقوها بقت ماربل بس اللي بيحب يجرب بالمطبخ وبتعجيبه الترينز دي هتكون لذيذة جدا فمنفضل نضيف طبقة فوق طبقة فوق طبقة بيتحدوني في الكنترول دقتين ونص طبعا مش هتخلص في دقتين ونص بصوا شايتين انا بفلد بس علشان اوسع شكلها تيجوا نكسبهم اكيد مش هلا حق نكسبهم هي بتاخد تقريبا عشر دقايق عشر دقايق واحنا بنحضرها وزي ما قلتلكم ممكن تعملوها على فكرة سادة تماما يعني انا بعملها ابني ما بيحبش كيكة الشوكولاتة بعملها سادة دايما بحاول كده ازبطها في النص علشان تطلع بالشكل اللي انتو شفتوه فبتحركوا القالب فيه فريق بتفرج علينا بقول ياه وانا ليه اعمل كده زي بعض الكنترول مقسوم اتنين دلوقتي الله شكلها حلو ولذيز ومختلف وفيه ناس له تحطي ده على ده انا مثلا بالاخر هتتاكل هتتاكل والطعم هو هو بس الفكرة انه ساعات كتير فيه حاجة ولو لمرة واحدة في وصفة نحب نجربها ونحب نكون يعني النتيجة زي ما شفتوا لما قطعناها شفوها من جوه حلوة ازاي نتحدى نفسنا ونعمل حاجة بالذات انا واحدة انا واحدة انتو عارفيني ما قلتلكم ما بستناش على الحاجات في التلاجة ما ما عملش الحاجات اللي عايزة 12 ساعة في التلاجة ولازم نصبر على الطبقة دي تجمد قبل ما نحط التانية صبري قليل معروفة لأ بس الوصفة دي تحدد صبري هاي الوصفة دي تحدد صبري فاكيد فهمتوا التكنيك معلقة المعلقة لحد ما تخلص الكمية وكل ما تحطوا طبقة هتلاقوها بصوا كل ما تحطوا طبقة بالزبط بالزبط شكل دي اخر معلقة حطناها كانت من الشوكولاتة كل ما نحط طبقة بتزق الطبقة التانية للاخر فنعتبر ان احنا خلطناها كلها هتدخل الفرن على درجة حرارة 180 تعالوا معاي على الفرن اوريكم الساتينج بتاعها الساتينج بتاعها هو ده دي الكيك اوكي في بتجهزات بيكو ده الساتينج بتاع الكيك هتلاقوا حتى هنا محطوط الصورة اهي ومكتوب كيك 180 وبحب فيه الرفرنس ده بدل الكتالوج موجود على الباب 180 درجة حرارة شكل الساتينج هو هنا عشان نعرفه بسهولة بكل بساطة هنحطها بالفرن اللي بوزع الحرارة من فوقه من تحت كويس اخدت تقريبا 30 ل 35 دقيقة المهم السنتر يكون مستوي خليني اوريكم احنا عملنا ايه هتلاقوا فيها حتى هنا خرم صغير شايفين هنا فيه خرم صغير بستيك خشب بتعمله كده وبتطلعوها لو لقيتوها نشفة زي كده يعني استوت لو لقيتو فيها لسه سائل ما استوتش فلازم تسيبوها لو النص بس الوسط بس ما استواش اطفو الفرن واسيبوها جوا شوية علشان ما تسويش زيادة عن نظوم من الاطراف كان نفسي والله ادوء معاكم التورلي الكنترول حاجتين ما عندناش وقت وهم عينهم عليه الاثنين فانا هدوء قطعة كده من البطاطس سنتركم تشرب كل النكهات دي تلعت بطاطا انا باعشق البطاطا بالصواني وبالياخانات في ناس كتير ما بتدخلهاش عشان مسكرة جربوها هتعجبكم الكيكة حلوة الجناش سهل الكسكوسي بسيط وسريع جدا من غير بوتاجاز اجازة سعيدة استمتعوا باجازتكم الجو حلو الاكل بيدفي وشاهي ودايما ناكل باعتدال ولطبخة الخضار دي بسيطة ممكن الواحد ديمزتها يأكل كتير لانه الفوليوم الحجم اغلبه جاي من الخضار الكيكة قطعة واحدة زي ما قولنا قبل كده دايما الحلويات نحاول ناخدها بدري ونحرق السعرات بحبكم جدا اشوفكم يوم الحد واجازة سعيدة يا رب باي اشتركوا في القناة